وللحديث عن تطورات ثورة تشرين معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطة مرحبا بكم معنا دكتور دكتور الثورة الآن في شهرها الثالث وهي مستمرة بزخم طلابي وجماهري وشعبي بكافة فئات المجتمع العراقي وذلك رغم كل آلة القمع والمتوحشة ضد هؤلاء المتظاهرين من اغتيال واعتقال وخطف إلى آخره كيف تصف هذا الصمود الشعبي أمام الميليشيات والحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن وصف هذا الصمود سوى بأنه صمود ثورة هذا يثبت مرة ثانية ومرة أخرى أنه ما نتحدث عنه ليس ظاهرة عاطفية مواقتة ليس هبة يعني انفعالية من قبل الشارع ليس تحرك لمجموعة كما يروج الطرف الآخر يلمح أنه هذا هو حراك يعني عادي ممكن أن يكون ممكن أن كذا لكن الحقيقة هذا يثبت أنه ما نشاهد اليوم في الشارع هو ثورة حقيقية ثورة مكتملة الأركان ثورة كاملة بكل مواصفات تعريف هذه الثورة كما ورد في كتب العلوم السياسية وفي كتب التجارب الثورية وفي حقل التجارب الأخرى كل ما نقول له أنه هذه ثورة حقيقية أدرك الشعب أنه حتى رغم طول المدة والمدة طبعا هذه ليست طويلة بالمعنى الحقيقي لأن هناك ثورات استمرت ولكن رغم قساوة الظروف رغم قساوة حتى المناخ رغم قساوة كل شيء رغم القمع رغم القتل القتل يومي طبعا على قاعدة يومية من خطف وقتل وقتل بلا رحمة قتل شباب صغار كل هذا يثبت أن أسرار الناس على الخروج وعلى الاستمرار أن هناك ثورة وأن هذه الثورة حاجة حقيقية للمجتمع العراقي للشعب العراقي وينبغي أن تستمر حتى تحق أهدافها هناك دكتور كما تلاحظ تصاعد في أسليب الثورة وأدواتها من خلال اللجوء إلى الإضراب والعصيان المدني بكل ما يحمل هذا من معنى كيف يمكن أن يؤثر ذلك كوراقة ضغط على الحكومة؟ هذا جدا مهم في الحقيقة هذا يعني كما تفضلت هو تصعيد لوسائل الثورة الثورة ينبغي أن لا تستمر على وطيرة واحدة ينبغي أن لا تستمر على نمط واحد وهذا الشيء مهم جدا هذا التصعيد مهم كل ما يمكن أن تنجز هذه الثورة في أسلوبها السلمي في حراكها السلمي ينبغي أن يكون مستمرا نحن نشهد هناك تظاهرات ثم هناك إضرابات عصيان مدني إضرابات شاملة يعني كل هذا ممكن أن يكون مؤثر جدا لأنه هذا هو في الحقيقة يشل آلة القمع ويشل هذا النظام الذي يتبجح أنه عندما يريد أن يثبت أنه ما يجري هو أمر عادي تطبيع الأمور يقول أن الحياة عادية الحياة تمشي بسلاسة لكن في الحقيقة عندما تتوقف المصالح الخاصة مصالح النظام عندما تتوقف عندما تتوقف مظاهر الحياة الحقيقية الطبيعية هناك يمكن أن نقول أن هناك شيء غير عادي يحدث في الشارع نعم دكتور بينما يحصل ذلك وتتفاعل هذه الخطوات هناك محاولة التفافية على مطالب المتظاهرين والثوار من خلال تنصيب شخصيات من ذات البيئة السياسية من شخصيات حزبية بحتة بينما يطالب المتظاهرون أن يكون الرئيس الوزراء القادم من بينهم من بين أبناء الشعب والشعب العراقي طبعا غني بهذه الكوادر والشخصيات بين هذا وذاك هل يمكن الالتقاء على نقطة وسط يعني الشعب في مطالبه بعيد جدا عن ما تقوم به الحكومة من إجراءات الآن الحقيقة يعني أريد إذا تسمح لي أعكس الجملة الأخيرة جملة حضرتك الحكومة الباخدة النظام به التي بعيدة جدا عن والشعب يطمح إلى ما هو أفضل نعم لكن النظام هو البعيد جدا عن هموم وعن تطلعات وعن طلب الثورة الحقيقة هناك معضلة كبيرة لا يمكن أبدا قطعا الوصول إلى حل وسط بين حالة ثورية جذرية تريد استئصال هذا النظام واستئصال ظروف وشروطة كاملة وبين نظام متشبث بهذا الوضع الذي هو فيه لأنه يحقق له كافة الأغراض الحقيقة أن الوضع الآن صعب جدا بل خطر جدا لماذا؟ لأننا أزاء الثورة الثورة العزلة الثورة السلمية الثورة التي لا تمتلك إلا هويتها إلا شعاراتها إلا صدقها المقابل يمتلك القوة هيكلية القوة المدعومة من أطراف خارجية وبالتالي هو يتقوى على هذه الثورة بفرض أجندة معينة بفرض أشخاص معينين وهذا طبعا الموضوع يتعدى موضوع الأسماء يعني ليست قضية الأسم الفلاني أو الكذا ولكن هو يتعلق بشيء مختلف تماما يعني واحد يريد استمرار حالة كارثية والآخر يريد أن يخرج من هذه الحالة فكيف لك أن توفق بين الأثنين لذلك النظام لأنه مستمر النظام لأنه مصمم وربما نحن نقترب من حالة الحسم أو ساعة الحسم ربما يكون يوم غدا يوم حاسم ربما في فرض النظام بأي اتجاه أن يفرض النظام إرادته على الشعب نعم بالقوة نعم كما يقال كما يسمى الكتلة الأكبر ورئيس الجمهورية يبت فيها أو شيء من هذا القبيل ربما يحدث هذا ربما يؤجل أيضا لأنه قضية كسب الوقت أيضا واردة لكن إذا فرض هذا الشيء سيفرض بالقوة طبعا المقنعة بالديمقراطية والمقنعة بالكذا لذلك الوضع هو وضع يعني حقيقة وضع ليس سهل وضع صعب لأنه كما قلت يعني هذا الطرف متشبث والثورة متشبثة وإلا ما معنى الثورة ما معنى هذه الدماء التي سالت إذا سلمنا بأي شخصية تقدمها هذا النظام يقدمها يعني الأسماء التي تقدم حقيقة أسماء يعني لولا أنها مبكية هي مضحكة حقيقة تقدم أسماء من قبل أطراف نور المالكي يقدم تتخيل يعني أشخاص ليس لهم لا شعبية بل هم بالحقيقة الشعب يطالب بمحاكمتهم ويطالب يأتي ويقدم هو يزكي شخصية معينة أو إيران تقدمها الحقيقة البون شاسع والهوى صحيحة وعميقة وعلى ذلك دكتور يعني ميدانيا كما قلتم يوم غد قد يكون يوم حاسم بكل التجاهد هناك دعوات كبيرة للتظاهر والعصيان المدني والحكومة قد يعني أو الرئيس الهراقي قد يتخذ قرارا بشأن المرشح للرئاسة الحكومة ما توقعاتكم بهذا الخصوص؟ والله يعني إحنا خلينا نؤكد أو نركز على الجانب الثورة لأنه الجانب الآخر لا يتوقع منه شيء وتوقعاتنا منه هي أصبحت معروفة يعني هم يدورون في إطار واحد هم يفكرون داخل الصندوق هم لا يشترحون أي شيء ليس لديهم يعني لا الإرادة ولا القدرة لا يملكون لا القدرة ولا الإرادة على تقديم شيء جديد لذلك دعنا نركز على الجانب الثوري الجانب الثوري يؤمل دعا العراقيين دعا الشعب العراقي إلى المشاركة الكبيرة في الأضراب الكبير ونأمل حقيقة أن يستجاب لهذا الأمر لأن هذا الأمر إذا تحقق الآن ما يعنينا هو الثورة الطرف الآخر شبه ميؤوس منه يعني نحن يأسنا من أن يقدم هذا الطرف أو النظام أي شيء يمكن أن يحلح الأمور أو يقدم الأمور باتجاه الحل إنما هو مصر على موقفه هو أخذته العزة بالإثم هو متشبث بما هو عليه وبالتالي نلتفت إلى الثورة نأمل أنه نداء الثورة يعني يستجاب له وتخرج الجماهير والأضراب يحل وكل ما تدعو له الثورة لأنه الجانب الثوري المعسكر الثوري هو المهم الآن في نجاح العملية بالأمس المتظاهرون دكتور أحرقوا في الناصرية مقر لحزب الدعوة والميليشيات ردا على اكتيال أحد الناشطين هذا يعطي أيضا يعكس صورة رفض شعبي كبير لهذه الأحزاب والميليشيات التي تعتدي عليها بالتأكيد رفض شعبي لكن أيضا المكان المكان له رمزية يعني الناصرية هذه أصبحت يعني أصبحت أيقونة حقيقة أيقونة ثورية وأصبحت يعني مكان يمكن أن ينظر له باهتمام لكن هذا أيضا مثال على أنه النظام لا يرعوي النظام لا يتوقف عن سادية القتل لك أن تتخيل أن هذه المدينة الناصرية تعرضت لمجازر تعرضت لحملة قمع شديدة كان يمكن لهم على الأقل أن يعني 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 يلتفتوا عنها شيء قليل يغيروا من أساليبهم لكن لا يفعلوا هذا هذا يعني مثال الناصرية المثال التي تفضلت فيه يؤشر تماما على العقلية نوعية العقلية التي تحكم هذا البلد النوعية السادية التي لا ترتوي من الدم ولا تكتفي من الدم وبإمكانها أن تجعل العراق كله ناصرية فهذا هو حقيقة مثال مهم جدا يخلينا ندرك أنه ما هو هذا النظام ماذا يفكر ماذا يريد وهو في تقديري ليس عنده مانع أن يحيل العراق كله إلى ناصرية لكن في المقابل الشعب العراقي أبدع في التظاهرات السلمية حتى هذا اليوم وهذا ما ملفت انتباه كثير من المراقبين في الحقيقة على الرغم من آلة القمع والقتل بهذه الطريقة إلا أن العراقيين ما زالوا يرفعون شعار السلمية سلمية هذه المظاهرات ويتقدمون باتجاه أشكال وألماط رائعة من الثورة أنا أشرك هذا ملمح جيد وسؤال مهم لأنه الحقيقة هناك من يغمز ومن يعرض بقيادة الانتفاضة ويقول أين هي لماذا لا تخرج لماذا لا تبرز لكن كل المؤشرات تدل على أن قيادة الانتفاضة قيادة واعية جدا انظر إلى طلباتها التي قدمتها كمشروع للحكم والتغيير قدمت طلبات كثيرة عشر طلبات أو أكثر انظر إلى شعاراتها انظر إلى البيانات التي تصدر كل كم يوم يصدرون بيان بل أصبحوا الآن يعني البيانات تصدر حسب الوضع يعني كل ما يحدث شيء يصدر بيان يعني في نفس اليوم تقريبا كل هذه الخطوات كل هذه الشعارات كل هذا النفس الطويل الصبر عدم الانجرار للاستفزاز كل هذا يؤشر على أنه هناك حنكة كبيرة تقف وراء هذه الانتفاضة وهذا يؤشر على أنه الثورة بخير وكما قلنا في أكثر من مناسبة الثورة حتى الآن حققت الكثير لم تكن حققت كل أهدافها طبعا كل أهدافها لم تتحقق إلا بتغيير النظام لكن هناك أشياء كثيرة على المجال الاجتماعي والثقاثي قد تحققت وهذا كله ممهد ومقدم للتغيير الشامع إن شاء الله شكرا لك دكتور فارح الخطاب الكاذب والباحث السياسي كنت معنا في الستوديو مرحبا لك شكرا لكم